بورد الدلو. ابشر. تدخل الهي من فوق سبع سماوات في فرحة ونجاح واغبار سعيدة واتصال مفرح لك بفضل الله تعالى. نبدأ بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا رب تكونوا كويسين. وبخير يا سعد الله اوقاتكم حبايا بقلبي. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لموليد بورد الدلو. صلي على النبي على يفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين. كلها نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. صورة الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله بعد الكراءة هنشوف رسالتك بتقول لك ايه يا مواليد بورد الدول. الدلو. فضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك فيها القناة فتشترك في القناة فعل زر الدرس ليصلك كل جديد. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. في هنا شاف ان دايلك دعم من اشخاص اه جديدة انت هتتعرف عليهم. شاف هنا ان انت انفصلت او ابعدت عن اشخاص خنوك او خزلوك او قسروا بخاطرك. هزا الاشخاص انت ابعدت عنهم او هكذا شاف هنا اه الشريك من ناحيتك في كركبة. يعني الشريك عندك وضعه مكركب. يعني في امور منعكسة. شاف هنا في موضوع هنا انت مدايكك. او عامل لك توتر. او عامل لك حيرة. يعني شاف في موضوع عندك هنا مدايك. اعمل لك حيرة. بسم الله الكاشف شاف الموضوع دي يعني اه كان علاقة او حادة. شاف هنا انت منتظر تغيير. شاف هنا في ناس كتيرة جدا ضدك. يا برد التالي في ناس كتيرة جدا ضدك ومستنين سكوتك. يعني مستنين يواجعوك. يعني شاف انا هم حبين يواجعوك في مشاكل. وبوقعوك برضو في مشاكل. حدد مصيرك. حدد مصيرك. انا شاف في علاقة هنا. يعني شفي علاقة بسم الله الكاشف. او مصلى على سيدنا محمد. دايما يعني هنا العلاقة دايما انت بتعافر معه. وهو ما تمرش اللي انت عملت معه. انت تعيبش جدا معه. اه عملت كتيرة حلجة كتيرة جدا يعني في حياته. بس يعني شاف امور وقفة عندك. يعني شاف هنا لسانك يعني دايما بيوجعك يا دلو في مشاكل. دايما لسانك بيخسرك الحالات كتيرة جدا. شاف هنا كمان بسم الله الكاشف في راحة. راحة واستقرار. يعني مع الشخص اللي انت بتفكر فيه حاليا. ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون عندك استقرار. هنا في كلام بينكم وبين برد آآ الصوار. شاف هنا بس يعني غير من نفسك. في عايزك تغير من نفسك شوية. بسم الله الكاشف. الله ما صلى على سيدنا محمد. شاف هنا في كلام غلط. يعني بتقولوا آآ لسانك بيدايق ناس كتيرة جدا من حواليك. هنا في شخص هنا في حد في حد عايز يوقعك يا برد دلو في مشكلة كبيرة. خلي بالك. خلي بالك. بس ان شاء الله ربنا يخردك من هذا. شاف هنا بسم الله الكاشف. الله ما صلى الله سيدنا محمد. فيه طاقة. شاف فيه طاقة تغيير. شاف فيه طاقة تغيير وفيه راحة. يعني من بعد التعب اللي انتو شفتوه. شاف هنا فيه خير ديلة. بسم الله الكاشف. شاف فيه آآ خير وريزك طال انتظاره. ايه? انا شاف بس يعني انت ليه دايما قلبكم مكسور. ما فيش استقرار في حياتك. آآ آآ يعني حاول تستمر على تحقيق هدفك. شاف هنا فيه كمان تغيرات حلوة. آآ يعني هتحصل عليها الايام اللي دايب. بس ابع لاني بتشتت. ويبعد دعم يعني ما تاخدش قرار الا بعد تفكير. ما يعني ما تديش حد امانك او سرك. شاف هنا فيه تغيرات حلوة. بسم الله الكاشف. يعني شاف الله مصدر سيدنا محمد. فيه شخص بيفكر فيك. آآ شخص عمال يفكر فيك. شافه انت في مكان عايز تروحه. في مكان عايز تتنجل لي او عايز تروحه. هتروح وما تجلك شيء. بسم الله الكاشف. بس الحجد والغن. تقول لي في حياة الاخرين. ركز على هدفك. وركز على حلمك. عشان انت مظلوم من ناس كتيرة جدا. مظلوم من اشخاص مقربين لقلبك وحياتك. شاف هنا انت فيه اشخاص بتفكر فيهم يا دايما. بسم الله الكاشف. يعني هنا فيه وراق هم. شاف انه وراك هم وحيري. بسم الله الكاشف. فيه بس لم شمل مع ناس مقربين على قلبك. فيه راحة. بس انت فيه ضغط نفسي. دعبان. شاف ان انت بتفكر تهرب من الواقع اللي انت فيه. تهدئ وهدئ عصابك الايام دي. شاف هنا فيه كمان استيقاظ بالامور. يعني بلك مشغول به. شاف هنا فيه كزا علاقة في حياتك. اه كزا موضوع في حياتك. يعني كزا حادي مخنجاك او مضيجاك في حياتك. يعني بسبب عرقيل في حياتك او بسبب كلام كتير. يعني شاف في حدا يعني هدئ عصابك. عشان الايام اللي داية مش ناقص اللي انت فيك. امكفيك. فانت مش محتاج ضغط. مش محتاج تسمع كلام يزعلك او يسعدك او يتعبك او يضايقك. فانت خليك امشي في الطريق الصحيح. بسم الله الكاشف. شاف هنا في حد اه الحد يعني ممكن يكون اه حرف المية منه. يا ريت تخلي بالك منه. خلي بالك منه. عشان شايف الشخص ده. خلي بالك منه. عشان حابب اوجعك في ازة كسير. او اوجعك في تعب او في مشاكل. فخلي بالك منه. شاف ان انت عليك هنا اه في حداية عمال تشتغل عليها او عمال تعملها. في هدف خطه في دماغك. في حادة كتيرة خططها في دماغك وبتسع عليها. هي دي اللي هتحقق لك هدفك. ان شاء الله. اسعى في اله الشيء اللي في دماغك اللي عايز تحققه. في حلم دايما بيتردد معاك. اه بتحلم اكتر من مرة. حلم بيتردد معاك وبتحلم اكتر من مرة. بسم الله الكاشف. طيب عايزك هنا توازن الامور وتحسب امورك بشكل مختلف علشان تخاطر ما تزعلش ناس منك. وهدي نفسك كويس من العصبية اللي انت فيها اليومان دول. عشان العصبية دي بتحاول تستفزك. واتطلع كل الطاقة اللي جواك. في رد تهدي نفسك. عندك عقابات كتيرة موجودة في حياتك انت مش مرتاح. فانش في الفترة اللي دايب بسبب نداح المشروع اللي انت هتسعى فيه بسبب تغيراتها تحصل في حياتك. بازن الله هيكون عندك دعم هيكون عندك راحة. لكن التفكير هو اللي تعبك. معاضية كتيرة شغلة بالك. وعندك وسواس تعبك نفسية. يعني الوسواس دايما بيخليك تشك في اي حادة. وخليك تفكر في حيات كتيرة مش مودودة. بسم الله الكشفة خليش حادة تدائجك. طلع نفسك من اللي انت فيه. طلع نفسك اخرض الطاقة السلبية اللي في حياتك. يعني شاف عندما عندك بعض العكسات يعني عندك بعض العكسات لكن في عندك خروض من الاشياء اللي انت فيها دي. يعني روق بالك وهيكون بالك رايك. يعني شاف رواجان. ويعني شاف هتعدل مشاكل السلبية اللي مسيطر على حياتك. يعني شاف ان انت متلغبة. اه تعبان او مخنوق او فيه عرقيل جدامك او ما فيش حدا مكتملة معاك. هتعدل مشاكل السلبية اللي مسيطر على حياتك. يعني شافك متلغبة. اه جدان. بسم الله الكشف. انت بس ادمن فيك انت طموح. يعني طموحاتك عالية. اه دايما بتحاول تحقق طموحاتك. ان شاء الله بازن الله كل اللي ببالك هيتحقق. يعني شاف ان انت هنا قريب من ربطنا جدا. بس دايما بقول لك العيون مش سايباكم في حالكم. الحسد مش سايبكم. عندك طاقة فرق. وطاقة حب. هتعود لحياتك مع استقرار. حلو بازن الله تعالي. اخلص من هذا الحسد اللي عندك. اللهم اصلا على سيدنا. وكتم اسرارك. لا ليس تقول لما يكون في قلبك او في عقلك على لسانك. بسم الله الكاشف. يعني شاف هنا امور كتيرة انت مش راض عنه. لكن لا ايام اللي دايه هيكون عندك انفرادات حلوة. يعني مع دعم هيحصل في حياتك. بس هدي اعصابك. هدي اعصابك على كدبها تقدر. بسم الله الكاشف. ارض بيتك هنا فيها مشاكل او فيها حيرة او فيها مشاكل او في خروض من السدن اللي انت فيه. في خروض من السدن اللي انت فيه. بسم الله الكاشف. الله يصدر على سيدنا محمد. شايف فيه سحر في البيت. شايف سحر في البيت. عملكم مشاكل عملكم حيرة. عملكم ضغوطات. حاول تتعالضوا من هذا السحر احبابة في الله. وان شاء الله اقول لكم اخر الفيديو بازن الله. شايف هنا في حياتها تخرج منها. شايف هنا في طقة حب. شايف في طقة حب. يعني في حياة. هتخلص منها. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حادة مسروقة منك يا برددالب. في حادة مسروقة منك ذهب او مال اتخذ منك قصبا عنك. او حد نصب عليك او حد راحت منك كتير يا برددالب. شايف برضو هنا. حد بيحاولي فوقك من المشكلة اللي انت هتوجع نفسك فيه. في حد بيقول لك فوق. انت ماشي في طريق غلط. حد هي فوقك من اللي انت فيه. من الهم اللي انت شايل في حياتك. في حد هيقى في ذنبك. او حد وقف معاك بيدعمك في طريق الخيل. بس انت اللي ما بتسمعش. ما بتسمعش الحد. ولا عندك مفردات حلوة. عندك تغيرات. يعني بس اه دايما مضغوط. وتعبان نفسيتك اليوما دولي. مش مستحملة. شايف تتفتح لك ببان كثيرة جدا في حياتك ما تقلقش. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شايف ان انت هتتغير. انا شاف طريق حلو قدامك. شايف نعم طريق حلو. الطريق ده هيكون نهايته جبر وخير لحياتك. يعني شاف انت منتظر ايام حلوة. اه منتظر الخبر تسمعه. يعني بس دايما قلت لك الصداع والنغزات اللي في دسمك والتعب والضيقة والخنجة والاكتئاب. هذا من السحر والحساد. بس في طاقات حلوة. طاقات حلوة ديالك. عايزك تبعد عن اي طاقات سلبية. بسم الله الكاشف. في هنا. شايف برضو الله مصدر سيدنا محمد في حد ظلمك. الحد ظلمك انت فوضت امرك لله. لكن برضو مش سايبك في حالك. ظلمك واكل مالك واكل حقك. وبرضو مش سايبك في حالك. وبيتكلم عليك. انت بتقول طيب هو عايز من ايه. كل حالة في حياتي خدهة. ما تجلقش. انت علشان هتثبت وجودك لايام اللي داية وعد. حقك بعض الاهداف اللي عندك هتكتشف برضو اشخاص خينيين. وهتكتشف برضو كلام كتير جدا سلب في حياتك. فما تجلقش. ما تجلقش. احزر اه من الاستغلال ومن الناس اللي هتستغل لك. عشان انت مفرداتك هتكون حلوة. هتسد بعض الضيون اللي عندك وهتفرح ناس ليك. عشان انت اللي في ايدك مش ليك. في خصام ما بينك ما وبين حد هينتهي. او مشاكل ما بينك ما وبين حد رح تنتهي. خفف منطقتك. اه خفف من امورك. ابعث عن الطاقات السلبية. ابعث عن الحيرة. ابعث عن المشاكل. لان في هنا في انفراجات مالية بفضل الله تعالى. ويكون في تغير جزري. بفضل الله. وشاف هنا منكم من بتطلب بكل مستحقاتك القديمة. شاف في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق امنيات. شاف هنا امتلاك شيء جديد. وسيقة عقود. اه شاف بداية هتعلي شأنك. وشاف في شخص حبيب او قريب او شخص عايز يردعلك ويصالحك. وشاف نجاح مهني واموال بفضل الله. وشاف في اهي الاموار رح تنسيك شريك. وشاف هتخرج من علاقة سامة. وشاف للبعض هنا اه عرض ارتباط او زواد منكم من شخص. شاف هنا بسم الله الكاشف ناس هتدخل حياتك هتأثر عليك اه بالخير. وبتكون سبب في نقلك لمكان عالي لشغلك. شاف هنا المبتعدين في تخاطر او تواصل روحي ما بينكم. بسم الله الكاشف شاف هنا للبعض اه المبتعد عن الشريك بعد جسدي او روحي رغم انكم في مكان واحد يجمعكم. بسم الله الكاشف اه يعني انا شاف وقت شغف للشريك او علاقة زودية وهذا بسبب السحر. بسبب السحر. شاف هنا للعزاب رجوع علاقة. او ارتباط من شخص يعني قريب وشاف للبعض ماضي هينقفل. وانت تكون صاحب القرار. شاف هنا ناس قطعوك ورجعين لك تاني وعندك يد مساعدة او سداد دين. بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف هزا توقعات. برد ادلو اخواتي في الله نشوف رسالتك يا برد ادلو بتقول بسم الله الكاشف فضلا وليس امر الاخواتي في الله. كثيرا بينسى يدعم الفيديو ولعا Rica يا احبابي في الله. يدعم الفيديو ولعاكم كنت لم تشترك فيها القناة فليشترك في القناة. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريق. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريق. وأكثر من كراءة صورة الزارية بفضل الله تعالى صلي على الحبيب والمصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها والسلام عليكم